في إطار تقديم الأهل لنمازج وكوادر الحياة أنا بكون سعيد جداً لما ألاقي لعيبة كرة من ولاد الأهل عندهم هذا النطج البارس جداً لأن هي دي كوادر المستقبل كنا سعداء جداً بتجارب حسام غالي وتجارب عماد متعب وتجارب سيد عب حفيز ومحمد فضل وكل نجوم الكرة اللي تشعروا أنهم على الطريق قريت حوار مهم جداً لشريف إكرامي في المصر اليوم في جارية الوطن النهاردة أشعرتني أنه واحد من الأهلوية قوي اللي جاي إن شاء الله طبعاً ربنا يدي له صحة ويوفق ويلعب أطول فترة ممكنة يزود فيها عن عرين الأهل لكنه شوفوا بقى مشاعر الأهلوية في كلمات شريف إكرامي غيرته على الأهل في كل كلمة هتلاقوها في هذا الحوار قال شريف إكرامي ضمن العنوين الرئيسية في هذا الحوار المهم القمة ما تلعبتش رأيه ماتش لسه متلعبش اللي حصل ده حاجة تانية خالص قال طبعاً لن أرحل عن الأهلي مهما طال جلوسي على الدكة وقال التعادل أفاد الزمالك وأضر الأهلي قال لعبونا غير معتدين على اللعب في الأجواء الممترة الملعب تحتاج لمواكبة الطرق الحديثة من غير المعقول أن نكون في عام 2019 وتخرج مباراة بهذا الشكل قال من يردد أنه الحرس الأول واهم وينكر حق الآخرين والبعض يسعى للتشويه لأسباب شخصية دون سبب واضح هفواتي داخل الملعب لا تزيد على عشر أخطاء في أكثر من 300 مباراة قال شريف إكرامي إذا كان البعض يرى وجود أزمة حراس في الأهلي ونفوز بهذا الكم من البطولات فمن الأفضل أن يتركوننا نعيش في أزمتنا ولم أنضم لقائمة المنديال لم جاملة ولا بالصدفة قال شريف كنت الحرس الأساسي في الأهلي قبل كارتيرون ولسارتي ومن المستحيل أن يكون اللاعب من بداياته حتى الاعتزال رقم واحد دائما حتى لو كان أعظم لعب العالم قال مقولة أبناء العاملين موجودة في كل المجالات إلا في كرة القدم قال موعيد النوم ونوعية الأكل تقلل الإصابات المتكررة بالفريق وقال لسنا بالناد الصغير حتى يتم النظر أو تقييم مستوانا من مباراة واحدة أو بالقطعة قال كلمة مهمة جدا النوم النوم ثم الأكل النوم يا أستاذ إبراهيم كنت في حديث مع الكابتن عم صالح الوحشة مرة أنا ليه بتوقف عندي دي لأن إذا كان فيه أشبال بيسمعونا النهاردة أو لعيبة كرة صاعدين أو حد ما عندوش خبرات يفهم ماذا الكلام فكان بتكلمني بقوله إيه عدو اللاعد يعني كنت متصرحة يقولي أنه يعني الماشي المش كويس يعني قال لي الصهر 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 علميا أنا درست دي بقى يعني يعني أن فيه عملية البناء والهدم ايه الهدم يتم منتصاح يعني تعمل كده خلايا بتموت عشان ترجع تتجدد بتتجدد وانت نايد اه فلو نمت قليل جسمك اللي يا سعيد نشطه لأن كل الخلايا التي استهلكت أو أنت لو في مرحلة نمو ما بيش هتنمو النمو اللي جسمك محتاجه فالموضوع خطير الصهر عدو اللاعب رقم واحد صحيح قال شريف إكرامي في حواره مع الوطن أدعم مصطفى شبير وأشعر بأنه سيلعب في أجواء صعبة جدا جدا ومن يكرهون والده سيهاجمونه بشدة وأبلغته أنه سيكون مستقبل حراسة المرمى في الأهلي فات في المشاوير دي هو طبعا نفس الظروف قال شريف إكرامي رمضان صفحي تعرض للظلم في الدور الإنجليزي بسبب محمد صلاح لم أتدخل في عودته للآله ولو كنت رافضا للأمر بحكم أن زوج شقيقتي لو وضعت العراقيل أمامه وسأكون سعيدا لو أصبح ياسين ابن حارس مرمى شاهدة لله يعني أنا لما طلبت كابتن شريف أتواصل دلوقتي حالا مع رمضان عشان كذا 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 في ثانية يعني قال لي إيه فيه حيخلي رمضان يطلوبك حالا فلا ما كانش كان ممكن يقول لي حاضر حاجب لك النمرة وبدور عليها لا في أقل من ديتين كان كابتن رمضان بيكلمني بيقول الإعلام حاليا شخصنا والموضع أن يكشف الإعلام عن تمامي للآله أو الزمال بدون الاستحياء على عكس الماضي قال أنا في غنى عن الدفاع عن نفسي والرد على الانتقادات وفي النادي اللي بيطلعه دانه وتركيزه خارج صور النادي لا ينجح وده دعوة منه للتركيز بشكل واضح جدا لكل لاعب في مهامه لو ما كانش كده ما كانش الأهلي تاريخيا عمل اللي عمله موسيقى